موسيقى هلا يا مرحبا بندخل بالسهل بالمتعارف عليه اليوم يا سفكر كنت وانا في السيارة ان انت مطر دخلت مجال الفن في وقت مول ما احد كان معبر الموضوع في المنطقة يعني يمكن ما لها ما لدخل ما لسمعة راقية وايد يمكن الفنان حتى يمكن ناس يشوفونك واحد غريب ولا ما بيقدر يعيش على فن ففي وايد يمكن تحديات واحد لازم صدق يصمد ان يكمل فترة طويلة في هالمجال شو اللي خلاك حتى تبدأ ولا تقتنع انه تم في مجال الفن يعني زمن زمننا نحن شوية كان يعني شوية غريب بالنسبة يعني حين عنده اجلب القصة من النهاية يعني الى البداية فتلقى ان البداية في النهاية اصلا اللي احنا وصلين فيها نحن كيف ان الذاكرة ما كانت تقول انت بادي في الفن بس الواقع يقول كنت بديت في الفن يعني شوية هاي يعني انا حين ما بغي اشتغل اللغة هذي اللي هي شوية تودينها ببعيد فمتى تدرك انت انك انت اصلا في مجال كبير اصلا اللي هو لذا وصلت له فانا شفت البدايات بعيني لما كبرت ما شفتها وانا صغير فويوم انا صغير يعني يوم شفت اني انا كنت اتأسس في بيني وبين نفسي هو مرور السلحفة الصغيرة اللي تطلع من البيضة اكثر خطر تحصل لما توصل للبحر ففيها هجوم الطير والصياد والامراض فالناجي منه يكون السلحفة تهي تكون ناجية فاذا دخلت البحر الدخلت في المأمن كبرت ردت تطلع قوية ما حد يروني يقول له شيء فانا اشوف فترته فترة هال مرور السلحفة الصغيرة اللي من البيضة من البر الى البحر كون انه ما في قائد للفن في هاقي الوقت ما في حماية ما في حتى من ياخذ بديك ويقول لك تعال هذا بر العمان فكان لازم انت تشوف تحركات البحر توصل للموي هذا على اساس انك تدخل وتقوي نفسك وتطلع بقوك فناعرف انحنا نعقب السلحفة يوم تطلع بقوتها تحمي نفسها ومن ضمن الصدف ماله الكبير هذا اللي يكون داخله يعني لازم الانسان يكون عنده دافع ولا شغف معين انه يقدر يستمر في مجال مب آمن مم استقر كيف يعني لازم يكون عندك شيء خليك تكمل شو هالشيء هل قد انت كنت مهووز بالفن يمكن حد من اهلك في الفن وين هالشغف اللي خلاك تكمل كل هالسنين أنا شوف المنطقة الراحة وين كانت وين كانت طفل وين المكان الحماية يعني كيف كنت محماية نفسيا فكان اللون هو يحميك القلم الخط الفحم كان يحميك الرمل المبلول قطي ليسترسم فيه يعني يوم تكون بعيد عن هذا شيء تكون انت دائما في خوف فلقيت ان شغفي وحمايتي والحماية هو الرسم ليش برع الفن هل كان في خطورة في حياتك يعني هل انت تقول ما قلت تحس بالامن مثلا ليش هل البيت ما كان مستقر ولا للمدرسة شو اللي كان يخليك تلجأ للفن عشان تحس بها الطمأنينة هاي اللي ما يمكن تحصلها برعا شو قصدك ما يحصلها برعا حين انت بديت بالسؤال انك انت كيف اكتشفت شغف الفن فالفنان مبذور ببذرة يعني هو أصلا أسس من زمان موجود هو طفل فلازم يكون هناك شغف داخلي ممنهج يعني فيه كنترول تلحقه وفيه شغف انت من مندرك به بس لما تجمعه وانت تكبر تتلقى انك انت كنت منتجه صوب محبوبك هو الفن هو الرسم هو الانتاج هو الخيال هو العالم الثاني اللي يعيش الانسان العادي انا عشت الحمد الله في بيئة زينة بس نحن اجيال اللي عشناها في السبعين والثمانين تعرف النمو الدولة ونمو البلاد حركة الناس كانت غير طريقة الدراسة كانت غير التركيز على الأول يعني أشياء المسلمة العادية حتى في الدراسة كانت الدراسة مركزة على أشياء معينة لين يومك نحن نتكلم عن حصة التربية الفنية وحصة الموسيقى وحصة هذا شي مهمل صحيح مع أنه رقية الروح الغية الفنان نفسه أو رقية الإنسان نفسه بأن يتجه لهذا العالم الثاني اللي هو عالم الرقية عالم الذوق عالم السماع الجيد عالم يعني عالم ينقلك إلى الهدوء والسكينة أكثر من أي شيء ثاني فما كان الخوف هو معنى الخوف الخوف الحروب وخوف الطغيان قد ما هو أنك أنت كان عندك شيء مختلف عن الأطفال أنت صح بلعب كرة بس في مساحات الأخرى تبغي تتجه لشيء بعد فيه مأمن أكثر فأنا كنت يعني أتجه دايما لأنني أنا ما عندي كانت أدوات لأن الأرض دايما هي اللوح الأساسي هي الأساس الكامبس مالي أنا أبلل أرسم أبلل أرسم اليوم الثاني يلقى جاف أرد مرة ثانية أبلل أرسم الإدار عندي أنا شوف أنا بتكلم بمعاني بسيطة جدار أرضية بس لو نتجه لهذا الشيء ونكونه جدامنا نحن نلقاها أنها هي يعني أساس علم الوصول اللي نحن وصلنا إلى فكان لين اليوم أنا أتعامل سبحان الله بشكل طبيعي في لوحاتي لديدة بالرمض لكله واتعامل بالفحم ليش التأسيس استمر معايا لأن البذرة من بذرة عندي أنا وأنا أتعامل مع الأرض وكون الأرض كونه أم والأم أحن من الإنسان نفسه فالبيت يوم البيت والمدرسة كان عندهم التزامات خاصة للطفل بس ما كان عندهم التزام النفسي والروحي اللي موجود فيا أنك تطلع بمخاض صعب لما توصل إلى هذه المرحلة يأمن أن تنتهي مثل ما انتهت كل المواهب اللي كانت في هذه الفترة يعني أنا لما مريت مروا ناس كثار لما وصلنا لليوم هذا وينهم محت ليش؟ لأنه أصلا ما أدرك وما حصل الحماية وما حصل منطقة اللي فيها نوع من الأمان اللي هو يعني أمان اللي أنا أرسم ألون في قصة وايد حلوة دائما أنا يعني أكررها صف خامس كنت أنا أنا دائما دائما ألون يعني هاي حاتي شو الموضوع مو مهم المهم أنا مرتاح نفسيا وألون فالوالد قال لي ما تفعله أذاكر وما كنت أذاكر أنا ألون شو هالشغب في التلوين وما في موضوع أصلا للتلوين اليوم ذاكرتي هو عبارة عن لوحة وألوان أنت خمس سنوات الألوان والرصاص قلم ورصاص موجود أنت عشر سنوات أنت عشرين سنة القلم موجود أأمن من أشياء كثيرة أنت هستعيش فيها أنت قبرت ثلاثين واربعين وخمسين تكونت العائلة اللونية معاك كانوا أصلا بعض الفتاة كلم ومساحة أصبح عندك أنت الحين اللون ولون احترافي ولوحة ومساحات كبيرة ومجسمات وأشياء كثيرة بنيت عليها شخصيتي أنا فأنا في قمة الأمانة الحين يعني شوف كلمة الأمان كانت صغيرة وقبل انتقلت إلى مرحلة لمرحلة لموصلت إلى الحمد لله هاي المرحلة وأنا أعيش قمة الأمان ولا شو يعني تيرس بالساعات الطويلة أنت والألوان ولوحاتك وهذه السعر كبير اللي أنت تعيش فيها شو معناها هذه هذه كلها تساؤلات لها أجوبة خاصة وأجوبة يبغي لحضور فاق الوقت يعني لازم أن أزلها لأجوبة هذه وأقول عنها يعني بس أنا سمعت من عرفت أن أنت ما كنت تتوالم ويبعض المدرسين هو أصلا في المسيرة كلها ما في مدرسين أصلا يعني إذا نبغي نتكلم بوضوح كامل وهذا الذي يحب أنا دائما أن منظومة اكتشاف الموهبة وتعليم تعليم الموهبة أو اكتشاف الموهبة وقيادتها إلى مرحلة الاحتراف هذه منظومة مموجودة أصلا يعني في الأساس حتى في الرياضة فما بالك فما بالك منهم المدرسين أنا ضد شيء يسمونه حصة تربية فنية أصلا لأن حصة تربية الفنية للأربع وعشرين أو ستة وثلاثين طالب كانوا في الصف فكانوا من طلب هالموهبين ثنية ثلاثة الباقيين شو يسعون يقضون على حساسيته الحصة لا المدرسي يستطيع يعطي المادة ولا الطلب مستوعبين ما هي هذا الشيء نفس الشيء الموسيقى نفس الشيء الموسيقى بس الإدارة الإدارة هي نفسها ما حاسب قيمتها الحصة لهالأساس كانت هي تحصيل حاصل وكانت هي سد للفراغات بس بالملخص المفيد عندك كانت مشاكل وليا المدرسين ولا معت التربية الفنية أنا ما أعي كلهم المدرسين الثاني أسلوب تعليم يمكن هل أنت ما كان يعيبك أسلوب تعليمهم ولا بس في الفن ما كان يعيبك سبحان الله من صغري أنا يعني كنت ناقد لأسلوب التعليم وطلع صح يوم كبرت بشكل عام طبعا لأن أنت تبقى تعلم لا تعلم مثل مواد العادية اللي هي يعني مثل أي لغة مثل أي علوم مثل الرياضيات هذا شيء ثاني لا تعطيني حصة وكان النتيجة أنك لانا توجد البديل شو البديل ومجد منطقة اكتشاف الموهبة وبعدين تزكية الأشخاص اللي يكونوا موهوبين ما أدمجهم ما بين المجتمع وحسسهم أنهم أنتم مثل غيركم تعرفون ما تعرفون تعرف شو اللي ضايقني مرات مطار يومنا نولد تسمع وايد من الكلام اللي يقول لك أنت فريد من نوعك ما في مثلك بصمتك هي البصمة الوحيدة في الدنيا ما في حد عنده نفس البصمة شكلك وكذا وشخصيتك ما في مثلك تسويقيا وإعلاميا وايت تسمع هالنوع من الكلام صح أنت الوحيد ما في غيرك وكل إنسان غير عن الثاني ولكن كل النظم اللي نبدأ فيها حياتنا لين ما نكبر موحدة صحيح يعني بالانجليزي حجم واحد للكل أنا ضعيف أنا متين أنا قصير أنا طويل اللي يقهرني أني أشوف هالنظم خصوصا في التعليم دعونا نركز حين على التعليم عشان نتكلم يعاملون كل طفل مثل الثاني كلكم لازم تتخرجون في الرياضيات كلكم في الأحياء زي أنا ما أحب أحياء لا لازم تدرس لازم تدرس لا أحب زين صحيح فشو يستوي حتى لو الواحد عنده موهبة ولا الشطارة في مادة وحدة عشانك يستاخذ انتباهها في المواد اللي ما يحبها يسيبذ الجهد مضاعف هناك عشان ينجح عشانه أردي ما عنده أي اهتمام فأنت تقول لو سقطت ما بطوفة الصف فغصبا عنه لازم يذاكر ولازم يحاول ينجح على حساب شو على حساب الشي اللي هو يحبه هناك ما لازم مواد يمكن يبدو الجهد عشان يقدر عشان فيه شغف وفيه اهتمام ينجح فللأسف عندك مو بس في التعليم في كل شي إن عامل الإنسان بهالأسلوب قلنا إنك فريد منوعك بس لا كلكم لازم تتخرجونك كلكم لازم يكون عنكم هاي سكول ديبلوما باتشلرز ديجري ولي حتى ويوم تقدم على وظيفة حتى ما بيشوفونك صحيح هلأ هذا معيار ما أتوقع أبدا هذا معيار يومه فيه أمثلة مو بدارسة مو خلصة مدرسة ويمكن من أكثر المبدعين أنت حين دخلتني موضوع كبير بس يعني فهمت بعد شو قصدك إن أسلوب التعليم تشوف أنت حين يعني اللي إفرز هو موضوع الهم هموم هذي هموم عدم دمج العدم دمج الموهوب يعني أنك ما تعطي فرصة أنه يكون مميز الموهوب مميز أصلا الموهوب هو أقلية في الحياة لأن الهبة اللي توصل ما توصل للكل نعم فكيف بيكون هو معتد بنفسه إذا كان يشبه الكل فلازم يكون هو خاص عشان يعتد بنفسه ويقدم الأكثر كيف يعني كيف المغني اللي هم محبوبين كثار وكيف الممثل مثلا وكيف الشاعر وكيف الأديب لأنه ما يشبهون كثار لو كان يشبهونه قد الجمهور كان اختفى يعني تعرفك نظرية الكم فالله عز وجل يعني يعطي الهبة الهبة بس في شي الله عز وجل يعطيك الهبة بس أنت كيف تأخذها وكيف تعيشها في نقطة أساسية في موضوع أجيال ونحن من جيل واحد ومن أجيال كثيرة فما في منطقة مرور فيه يسمونه طفل في علم النفس الطفل هذا مو مدرك إلا بأشياء بسيطة الكبير هو اللي مدرك بأن الطفل عنده شي يعني أحيان مثلا لو أني عنده الطفل نحس أنه موهوب في شي معين هو مو مدرك أنه يمشي وراء موهبته فالحظ أن يكون في ناس مدركين أنه هو موهوب و هذا اللي حصل لي أنا من عند الوالد و الوالدة أدركه بنين عندي شي فلما مشيت أحس أن الأمور تسهل لي ولا ما أدري بس مجرد وصلت مرحلة الست عشر أدركت أن الرحلة كانت بحماية أشخاص والأشخاص هم الأب والأم على هالأساس أنا حولت تركيزي في إنتاجي يعرض على الجمهور والجمهور كانوا اثنين والأب والأم فكان لما أعرض عليهم هم ما يعرفون أوليات اللي أنا سوي بس عندهم كان خلطة سحرية حلوة أن الاهتمام بساطة يقول لك ما شاء الله شيء حلو اللي أنت تسويه وايد حلو عرفت هالكلمة شو تسوي تأسس ومجتمعنا يحتاج طفل ينقال لكي وموهوب يطبطب عليه يعني يرتب على جتفه يقول لك أنت بتكون مميز عن غيرك و لازم تهتم في نفسك الرسالة لازم توصل للموهوب نفسه كأنه توصل لتحت المخده يسحبه يقول لك تراك أنت مميز تبني في الثقة أنت أطلع من المنطقة هذه أنت ما يهمك يمكن جدامك 16 ألف جدار أنت عندك آلة وحدة تكسر الجدران هاي كلها بس لازم أنت تكون أنت مؤمن بنفسك في الأول و بعدين لازم تحارب أول الحلقة اللي حواليك عساس إذا أنت نجحت و أنت صرت في الحلقة الأولى الحلقات الثانية تكون يعني مموجودة هاي طبعا أنا كلامي دام أن أقوله الإنسان اللي يقدر يكتشف أنه شيء مميز ما يمثل أنه شيء مميز شيء فرق كبير لأن يوم يكتشف أنه مميز طاقة التميز الداخلية بتدافع عنه بتكسر الدنيا حواليه و في استمرارية إذا مثل أنه مميز حالة الوفاة سريعة بتكون عنده 100% ما في استدامة أكيد البارحة يا سوراور بيعي لقطة على اليوتيوب مايك تايسون الملاكم و بدأ يتحسس في المقابلة يعني بشكل عاطفي عشان الريال اللي يسوي المقابلة طراء أول مدرب للي توفى قوم يحصل بطل العالم فالريال كان مايك تشيبة فقال هال الريال الوحيد اللي كل احد كان يقول عني قصير و صغير جسميا ما قدر أكون ملاكم على الوزن الثقيل إلا هذا هذا تم يقول لي أنت بتكون بطل العالم وأصغر بطل العالم وتم يقول لي تم يقول لي تم يقول لي لم أصدكت يعني قال هو الوحيد اللي شاف هال الموهبة فيها مثل ما انت قلت الحبة هاي بدأ يغرس ويزقي ويرعاها ليه ما شوش يستوى آخر شستوى صدق استوى أصغر بطل عالم في الوزن الثقيل عشان مثل ما انت قلت كان فيه عنده هال حماية الحماية نعم ما دام اقتريت الوالد والوالدة اللي حلو انت تيبني للموضوع اللي يباوصل لقوم ما نبدأ في وان تو يعني نعم تعرف على مدى صداقتنا مطار ما سمعت وائد عن الوالد اللي يحفظه فبغيت احين اسألك خبرني عن الوالد يعني طبعا نحن دايما نتكلم عن الوالدة والوالدة يعني الوالدة بنوصل هي اساسية اصلا يعني فيه اشياء بس الوالد اللي ما حد يعرف عنه هو مؤسسني أنا عدل يعني مؤسسني في كل شيء يعني لدرجة انه يمكن حتى كل المسج اللي هو خلاه يعني ترك الرسائل اللي تركها للكل ممكن يصطبقها فيه اشياء كثيرة كانت تعرف انت الابو يترك رسائل كثيرة لعياله حد ياخذ بها و حد ما ياخذ بها كوني أنا اشتغالت فترة طويلة بس أنا بذكر فيه مكان يعني او كمن مكان مرتبط بمجال الفن يعني اشياء كثيرة ما تعاد و ما تحصى بالنسبة لأنا لانه كون شخصيتي بشكل كبير تعرف ليش انه اكتشفني من الداخل اكتشفني انا من نوع الهادي او العصبي اكتشفني انا من نوع العجول او اللي يفكر بسدو اكتشفني فقام هو يضبط العملية هاي كل هو ضبط الشخصية مثل ما يقولون عد المسار هذا قليل من الاباء يكتشف ابناء من الداخل دائما نكتشفهم من مساراتهم الخارجية بس ان يغوص في داخل ابناء هو هذا شيء كان عجيب بالنسبة لنا انا بالنسبة لي وتكلم عن نفس يعني ان كان له دور كبير في وجودي انا يعني كارتست الحين مو بارتست الرسام والنحاط كلهم فنانين ترى الموجودين لا المتمكن في القرار وبناء الانجاز والضغط على النفس لما تكون انت مميز في انجازك هذه الخلطة مو بمع كل حد صحيح بنا فيها روح الفنان اللي عرف التجارة الفنان اللي حاسب على النوعية الفنان اللي يقدر يصبر على صعوبة الانتاج الفنان اللي يقدر يفرح بس بطريقة فيها نوع من مثل ما تقول يعني نوع من التكبر لا هو التواضع المحمود يعني انك انت تكون متواضع بس نفس الوقت تحسس انك انت مميز في هال الانتاج اللي انت سويته شفت شكاي الخلطة الفلسفية اللي بناها داخليا فما بالك يعني لين اليوم انا اشوف انه هو حوالي انا في اشياء كثيرة يعني الدور علي هنا في حياتي نفس فدائما كنت اقول يعني قال لي الوالد فقال لي الوالد هو عبارة عن دستور معين انت تاخذ وياك تبنيه فيه اكثر من مكان ساعاتها الدستور تاخذه وتعطيه طفل ساعات تاخذه وتعطيه انسان وساعات تلجأ لي يوم تنسى قيمه معينه انت فقدته في حياتك فتلجأ تقول اوه في الدستور اللي انا اتعلمت فيه اكون بهالطريقة و بهذه الطريقة و بهذه الطريقة فهاي اشياء كثيرة شيء من اللي اشياء مرسمي اللي انا بنيت هو ادرب فيه الاطفال وغير كان حلم وما حتى كان ياسي يقرى الحلم وغيره وكان يبنيني بشكل وانا ما ادري ويوم وصلت ان افتحت هذا المكان والاطفال كانوا يوني كانت هناك اعباء مادية عقب ست سنوات من الاعباء المادية كان يقرأ قرآن في المسجد ونحن نترياه شوف نحن كيف نترياه الجيل القديم يعني نحن نجينا نصبر لين يخلص شو يبغي هو يتكلم ومنحن نتكلم بعد ما اخلص كان في المسجد ويفا اقول لابويا انا بسكر المرسم هذا انا تعبت رد يكمل القرآن يسي يقرأ كأننا مو موجود طبعا هني قد أسسنا كيف نحن 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 نصبر على الكلمة اللي بتطلع من عنده فنزل للمصحف وقال كلمتين رفع نسبة الطاقة الى 12 سنة جدام كيف شو قال قال اول مرة اشوف انسان يبغي يبيع ولده رد قرأ قرآن مرة ثانية وتركني فيوم قال لي بهالطريقة انه عرف اني انا كنت مسوي المشروع كابن مب كمشروع تجاري شيء انا حبه وابني جزء بجزء بجزء فيوم اعطاني انا مثل اللي تقول شيء نزل عليك فجأة من يومه على قولة اخوانا المصريين كسروا الدنيا كسرنا الدنيا في موضوع التعليم الاطفال والسيرة في مجالات استقطاب المواهب دعمت في مجال المواهب الكثير وفتحنا مسارات كثيرة امنت بان دوري ما كان بس فنان تشكيلي لا كنت لازم اخذ بايد الاخرين ما خلال كلمة بسيطة قال انت ما تتنازل عن ابنك فكيف تتنازل عن مرسمك ومرسمك واحد من عيالك نعم فاقول لك يعني ساعات البناء اللي ييك من الاب والأم مفلوس مب متابعة الدراسة عشان تاخذ شهادة مش هذا الشيء بس لا هو لازم يعمد في بناء الروح داخلك على أساس انك تقدر تعيش به لانه في يوم الايام بينتهي يعني بيكبر واذا الله عز وجل يعني مثلا يطيل بعمرة ما بيقدر يمد يديه لك فأنت شو تلجأ لخيوط الروح اللي يبناها بينك وبينه أكثر من انه الكلام اللي تنتظر انته فعشان جي دور الوالد بالشكل اللي أنا سأتكلم عنه دور جدا قوي في بناء يعني مطرب اللاحج على أساس انه يكون فنان تشكلي أعرف من بعض القعدات وياك الوالدة كان بعد لها دور واي ضخم وعظيم فالله يرحمها أباك تخبرني عنها الوالدة يعني أساس والوالدة مثل أي أمترة انه تحن على أيالها وغيرها وبجذيه بس الوالدة قيمتها انه عنده هدوء فيها نوع من الاستيعاب مستوعب المجتمع ما عنده أخطاء كثيرة تخالط في المجتمع يعني مخالطتها للمجتمع مخالطة رحيمة يسمونها اللي ما فيها قيل وقال كثير فلما تبني انت تكون في جوار السلام والأمان آمنت بشي مثل يا الوالد باللي عندي أنا بس لما بديت أنا أكبر كانت أكبر سلاح في مسيرتي الفنية لدرجة أنه من كثرة تماما كانت تشوفني أنا حتى في المناء تشوفني عشرين سنة جدام حتى وكانت تنبأ بس نحن في نحن صغار ما منصدق بيقول لك أنت بتكون يوم من الأيام ولا بيصير لك هذا الشيء فكان الوادى عنده التأسيس الروحي العميق اللي مبنى عليه في المستقبل كانت دايما نقول لي لا تترك شيء إلى مناطق الخطر تم مؤمن به طبعا خلنا نقول أنه مشت الحياة و اكتشفنا أنه عند الفن مكنون وبعد دخوله إلى مرحلة المرض وتعرضه إلى جلطة و غيره و هذا بدأت ترسم فكان هنا يعني شيء كبير بالنسبة لي خصوصا أنا وبالنسبة لإخواني شيء كبير أن الوالدة تتعامل به بنفس اللغة يعني اللون فرشاه ورقة لوحة معرض يعني دخلت في عالمي مع أنه هي متنبأ لي أنا و طلع التنبأ لها هي أنه هي في يوم الأيام بتكون مميزة بتكون هي فقدة النطق بس هي اكتشفت يعني لغة ثانية تقدر تواصل فيها الناس هي ما تقدر تقول مرحبا حق الناس بس هي ترم تأشر على لوحة هي رسمتها فتقول حق المجتمع العادي شاركني بفرحتي أنا إنسان مبدع أنا قدرت شارك وياك فقدت النطق 14 سنة ولمت حواليها بلغة تنقيطية خاصة في التلوين وتسيطرة على لوحة وبناء روح داخلية ما استوى قبل أصلا عندنا نحنا لدرجة أني أنا نسيت نفسي كارتس وذبت في اللي هي تسويه اليوم كان عنده معرض شخصي هاكل أيام أول معرض سولو أنا ما سويت هاكل نفسي لو شفت الفرح وهي بعيدة المعرض في مكان وهي بعيدة لو شفت الفرح اللي هي كانت تعيش وتدري أن المنتج اللي كان تنتجه معلك في أماكن وفي زوار والناس معجبين ولا بدت سيارة تطلع من هناك ويزورون في البيت عشان يقولون له الشيء عطاها طاقعة أربعة عشر سنة جدام تعيش على هالأساس في قصة وايد كانت مهمة بالنسبة عن الوالدة أن كيف خلت الناس يحبونها وهي ما تنطق وهي في سرير حتى يوم كانت بدت شوي شوي تضعف لما وصلت إلى مرحلة معينة باللون لوحة رشاة قلم الصدفة في الله كله أنه وقعت وهي ما كانت تكتب قبل الجلطة بعد الجلطة وقعت بدينا ديسار التي تشتغل لإيضاي تكتب توقع واحد الله كريم يعني هي الثقة من الله عز وجل أكرم من كل حد موجود والدليل على أن هي عاشت بين الألوان وعقب ربط نفسي أقول العيال في أساس أساسا لي أنا موجود في منطقة معينة كانت عند الوالدة حبة لهذا الشيء يمكن هو اللي يساعد على أن هي تبنيني لأن أنا ما كبرت يمكن الوالد لأن هو يعشق الوالدة فمن كثر ما يعني حبها هو يقول الشعر يمكن قريحة الشعر ما شتغلت إلا يوم شاف نموذة جدا هو استوى الشعر عشان الوالدة هي ودعت الدنيا وهي عندها قرب مئة لوحة موزعة ما تبيع ولا لوحة بس تقول ما دام هذه اللوحة بتقربني من إنسان اهدوها إياها الوالدة تركت اللغة خاصة اللغة الخاصة هذه متحكمة فيي أنا قبل أي حثاني فكيف هذا الارتباط الحسي الحلو اللي موجود ما بين الولد وما بين أمه أو كيف موجود ما بين الزوج نفسه وما بين زوجته اللي موجود يعني ما دري أنا عشت في جو كان جو جدا حلو بالنسبة للوالد والوالدة وبالنسبة لي أنا يعني يمكن أقول يعني أنا المؤسسة الشيء في العائلة نفسها هو موضوع الرسم حوالي يرسمون بس ما حد خذها كمنهج أساسي مبناي من أم وأب على هالأساس كيف تلقيت خبر وفاة الوالدة والله أنا كنت برعب طبعا كنت في برلين وكان في رحلة فنية ما أتمنيت أني أنا أكون في رحلة فنية على الأساس ما كان موضوع أني أتلقى الخبر قد هو موضوع كيف يعني كيف تترك وجود الوالدة داخلك كطاقة قوية يعني فأنا كوني أرسم فعرف شيء يسمونه جسم وروح فأيهم أهم الجسد أم الروح فسألت عمري خلال الرحلة الرجوع السريعة من برلين لين ندبي أني أنا أقول لا أنا ما أترك الوالدة أنا أبغي أكون موجود يها أبغي هي تكون على طول داعم لي وقوة بالنسبة لي أنا فعرفت أن البكاء على جسد منتهي بكاء يعني له فترة بسيطة وينتهي تعيش مع الروح أنا أشوف بالنسبة لي أنا أن أهم فأظن أنا يوم تلقيت تلقيت بهالطريقة يعني الحزن غيره هذا وقتي ترى أوله بس نحن كون الإنسان نساي شوي شوي يبتدي ينسى الجسد بس الروح متى ننسى ومن ضمن الأشياء اللي يعني خلتني أنا أقوى بفترة بسيطة على فقدها أن زادت نسبة الإنجازات فكانت تطلع ما بين المكرمين يعني يعني يكرموني يعني فهي تطلع أنا أشوفها بعيني أصلا يعني أشوفها من كثر ما أنا أجسدها في راسي فأنا أشوفها فاستويت الارتباط قوي بيني وبينها يعني لين اليوم كان سؤال عابر في وسيلة إعلامية قالوا من وين تستمد طاقة أقول من الوالدة عقب طاقتي كديني وغيرها من الوالدة لأن هي بنت عندي كيف ارتبط بها ولما فقدناها لازمنا مرتبطين بها لأن هي عند بعض الأفعال اللي تزيد أنت تنتهي من الدنيا ويمكن أنت الطاقة هاي اللي تتلقها توصلها لليجون بعدك وتتواصل هذه الطاقة لأن طاقة مميزة تعتبر جسدت في واحد حالم يعني عند منطقة يقدر يتخيل فيها اللي ما يتخيل فما بالك لأنه تلق الروح هذه وخلاه تتعايش فأنا متعايش مع وجود الوالدة وليس مع الوالدة إنها منتهي هي موجودة نعم موجودة في أشياء كثيرة بالنسبة لي تحس في رابط بينك وبينها ليحي مستمر أنا الرابط عندي أظني إذا انتهى أنا بنتهي لهذه الدرجة يعني يعني أنا أشوف أن ارتباطي بين الوالد والوالدة شيء كبير ومو بالارتباط هو العاطفي اللي ما بين أب وأم يعني الولد يرتبط بأب وأم في شيء ثاني أنا يعني أنا جست في داخلي هو اللي أنا يلس في مساحات كبيرة يعني مثلا منطقة تفكير كبيرة هي بالست ساعات وسبع ساعات فإذا ما تحيي هالجانب أنت ما تقدر أنا بالنسبة لي ما بقدر أتعاطى بشكل كثير مع كل اللي حوالي إلا إذا كنت أنا مرتبط بأن لازلت هذاك الولد عند هذا الأب والأم لأن هذا وائد مهمة بالنسبة لي يعني من الأشياء اللي أنا مرتبط فيها أن أثناء كانوا يحاولون في المستشفى أنهم يحاولون ينعشون قلبه فطبعا يعني يقطعون الثوب اللي هي لابستن بالشذي عساس أن يوصلون أنا خذيت هذا الثوب تم معي فترة طويلة وعقب بنيت شخصيتين الشخصية أنا الشخصية هي وعقب وقلت أنا أنا أحتاجت فارسمت في لوحة فخذيت هذا القماش لبست الشخصية الثانية دهي الوالدة بشكل الحاجلة فقلت لازلت مرتبط في لوحة لا زالت موجودة اللوحة هذه فكان هي قمة الارتباط اللوحة الثوب اللي عليها الثوب الوالدة اللي هو من الثوب الأخيرة البسيطة اللون الثوب نفسه اللون فني كبير يعتد من الأشياء جدا جميلة فباقي قطع واحدة قطع هاي محطوطة عندي هي دايما موجودة عندي كارتباط أنا ما أبغي أي بالقدسية في أبني خطوط الاتصال ما بيني وبينها وهذا هو الفرق يعني فلازل يعني لازلت هي موجودة خصوصا في الإنجازات عندي هي يتبان فمثل الأدمي يوم يوصل إلى منطقة الإنجاز يرفع رأسه نشوف اللي المبياد يبكون نشوف فيها ماتن ثانية عينهم تدمع يعني في الإنجاز يوم ترفع رأسه تذكر هي بالضبط أول يمكن هذا يعني جليل ما تلقى الناس بترتبط يعني بالأب والأم عقما ينتهون يقرونهم ناس يتعودون بس تتكلم فيها تشنها هي موجودة الحين أظن قليلا بيكونوا من الناس وهذا شيء مميز نعم 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 أنت كيف كأبو عندك أولاد عار هي الحمد كم أولاد وبنت أنا عندي ست أولاد وبنت البنتي الأكبر وهي تعتبر يعني إن شاء لمهنتي وإن شاء لحرفتي وإن شاء لموهبتي وثينا وشو إحساسك أب شو الأب هو لك الأب التحدي يظن ومسؤولي وخصوصا إذا مو بكل أب يدرك أنه أب مجرديون عيال نحن كمجتمعات يعني ساعة الإنسان والرجل يعني مثلا هو يعيش مجتمع عادي مجتمع قاعدة عنده تزوجي بعيال وغير وغير بس ساعات يكون مستعد وممستعد هذا بعدين ترى يدرك أنه يكون يعني مثلا جدام مسؤولية أرواح تطلع جدامه يساعد في بنائهم يساعد في يعني ما يقول أني أنا أسس عشان يقول أبوهم أسسهم لا يعني يبنون شخصيتهم يعني بناء الشخصية الخاصة لهم هاي كلها كانت تساؤلات أدركتها في المستقبل ما أدركتها في أول ما يوني يعني الطفل الأول والثاني والثالث فأنا دائما نقول يعني حق يعني يعني يتزوج هالحين ولا يبنون لازم تدرك أنك تستوي أب لازم تدرك نحن ما تأسسنا على حد يعلمنا شو يعني لازم تكون أب وكيف تكون تتعامل مع عيال في مثل مطاري بالإنجليزي يضح أحاول أترجمه بالإنجليزي أن أظن يقول It's easy to be a father but not بس وائد صعب تكون أب ولا أب مهتم يعني أنا أنا وائد أعيد هالكلام بس أولي كبيرة وا احتراف فني وأب نصعب الأشياء الاحتراف احتراف يأخذ تفكيرك ساعة أنت من منطقة التحكم في طريقة تفكيرك ساعة أنت تطلع من هذا الجو ساعة تحس نفسك متهم تتهم نفسك أنك أنت مقصر وهذه يعني هاي أقول أنا بصراحة أنك دائما تحس أنك مقصر أنك أنت تنجذب إلى منطقة التفكير ما لك الذي تعيش فيه من زمان يوم أقول لك منطقة الأمان حتى عندك عيال توقيت منطقة الأمان ما لك فبسرعة تتخلص مثلا نقول لك الواجب لكن نجب تدرك حتى إذا كان شيء ضدك ترى منك أنك أنك أنت ما ساعت على الحماية هاي بالضبط فأنت لا تدرك بأن هذا الشيء جدا مهم هل تحس هل تحس كونك فنان أثر على زواجك وأثر على مسؤوليتك زوج وأب يعني أنا أشوف هي أثر أثر يعني يعني شو أقول أنا يمكن يعني أغلب الناس مو مدرك هالكلام الشرح يعني شو أقول أنا يوم أقول إنسان يهب هبة ساعة الهبة شيء بسيط قيمتها قيمتها شيء بسيط يعني قيمتها السوقية شيء بسيط وساعة يهب هبة هو يتم مو مدرك يعني قيمة الهبة يعني مو مدرك حجمها يعني مثل الفقير يوم يكون يعني عندي يوم يوم للخمس دراهم للعشر دراهم فجأة يلقاه ورث يعين بالملايين الصدمة الداخلية اللي تصير عنا عدم التصرف كيف يتصرف هل هو يقدر يتنفس حتى يحصل هذا المبلغ ولا لا بنفس الشيء اللي هبة ترى هي شيء ثجيل من عظيم من الله عز وجل فأنت لما تكون مدركبة تكبر وياك وهذا الخلال اللي يستوي أنه لما تكبر وياك أنت تساعد لأنك تكبر ها ساعة تاخذ مساحات الآخرين العيال مساحة الزوجة الاهتمام الخارجي اللي هو خارج منطقتك أنا وياك عيش الداخل الداخل وياك ستوجه إلى الداخل أكثر يصعب عليه يشوف في شيء عشان قيسه نقول الذهب له وزن الذهب ومعيار نقول معيار المسافات لها مقاسات الشغف شو مقياس الشغف مقاسات الشغف شو لا زمن يطابق عليها ولا مقياس طولي يطابق عليها ولا وزن يطابق عليها شو ايه هني السؤال شو تقيس شغف بشو ما فكر فيها طب فهذا السؤال اللي تطرحها تخلي الناس قبل عن ينتقدون ولا يقللون ولا ما يرفعون من الشأن خلونا ندخل في العبارات هذه اللي الموهوبين من دمجين فيها إذا فسرناها للناس بتجد مجتمع بيئة ناضجة تنتج نضج يعني تنتج ناس لهم قوتهم صح متى أنت تنهي المواهب هاي كلها بأنك أنت أصلا تقول حق الموهوبة ما لك بيئة موجودة هنا تستصرها وأيدي يسألوني أنا أنت متى يوم ترسم تحط بتهوفن وتحط غنية وإضاءة وغير وهذا قلت لهم لا قلت لهم لأن هذه أشياء تراكبي يعني هذه أشياء إضافية أصلا هاي أشياء تحط ما تحط مو مشكلة لأن من الداخل ما في شيء يسمونه موسيقى ما في شيء ترافي الأشياء هاي هاي نحن نبنيناها بنناها من ضمن القصص اللي نشوفها بالسلمة هاي نعم أما أنت داخلك ترا أنت شيء ثاني ترا ما أخلوق قاعد غير عندك تركيبة ثانية يمكن موسيقك الصمت وضربات الفرشاة نفسه وبناء يعني العمل نفسه والغوص في العمل نفسه يمكن أنت التجسيد اللي تشوفه اليوم مكت صغير باكت اللي ينبني على ثمانية يعتبر نغم عندك هذا الشيء يعني كلمة الله تقولها عقو ما تنتنج عمل يمكن الشاعري العالي اللي أنت يستبنيها داخلك تطلع من خلال خط مثلا ولا كلمة انت كتبتها ما تدري عمرك وين الناس ما فاهم أن الفنان الموهوب أو اللي عنده موهبة عنده نغم وعنده نوتة يدق عليها في الوقت اللي هو يبغيه صحيح عنده عالم ينتقله ويحسب الأمان أحسن ما يكون ما بين الجموع هل وجودي يعني مثلا وجود الناس كل الشخص مع أصدقائه هو النغم الأساسي لا وجوده مع نفسه أكبر نغم أصلا كل صديق لنا نعم فيه تشكيل معينة سويته يعني خلني شوي أستويه فني ونفسي أنا اليوم فأقول لك فيه شي يسمونه بني أعمال فنية لترجمة ما بداخليه الكلمة يمكن أنا ما أقدر أن تجبع بس سميت شي يسمونه حلقاتي الخاصة الحلقة هي عبارة عن الدائرة حلقات المقربين دي وحلقات الناس اللي يمرون علي فترات بسيطة وحلقات الناس اللي أصلا ما تمر عليك فسويته على شكل مجسم دائري أنت ما سكنه بشكل كبير وما تقبل أي حد يدخل عندك لأن الحلقة يوم الدور تعتمد في بناء الطاقة الخاصة لك أنت فإذا دخلت لشخص ثاني طاقة لك وتعتبر دمار له فأنت ما تسمح لحد بس تنتقل في مرحلة مراحل من حلقك أنت إلى حلقة العائلة إذا كان الأب والأم موجودين الزواج والعيال إذا الإنسان اللي أنت أصلا لو دخل في حلقك دمر كل شي وياك فلا يعرف أنك أنت على قولتهم يحول كلمة رسام إلى مشخبط يحول فنان موهوب إلى هوايو بتنتهي يحول كل العبارات إلى الدمار فتحط في حلقة يمكن هاي الحلقة تستخدمها في الخمس سنين مرة ما بطول آخر سؤال سريعي شو أكثر شي ندمان عليه لو تقدر أدول هو ترتيب الحياة أني أنا ما أدركت أني أنا رتب حياتي صح في البداية يعني شو قصدي في الترتيب الحياة يعني عندما أقول أنا الفناني التي تزوجون مثلا أنك أنت تكون مجحف وظالم في حق للطرف الآخر لأن الطرف الآخر يبغي الوقت فأنت تصرق هذا الوقت وحياتك أنت أسرع من حياة الناس العاديين ترى لأن أنت تندمج في ست ساعات معناها أنت مصروق ست ساعات غصة من حياتك لأن ست ساعات يعني أنت يالس الوحد ما في التخالط البناء الذاكرة مع الشخص الآخر غير غير بس هذا يعني ما يخليك فاقي الندم اللي أنت على قولة الندم اللي يخليك تعبان نفسيا بس يعني تحس بهال منطقة الندم موجودة موجودة تدور حواليك في بعض القرارات الأساسية اللي هي تخذت أنت مثلا أنك أنت تكمل في شيء وأنت مدرك هاكل وقت أنك أنت مم جيد في هالشيء مثلا ساعات أنك أنت تقول أنا بدرس الشيء الفلاني هذا لماذا أن اللي حواليها سيدرسون خلينا ندمان على شيء رئيسي وأساسي أن ما انطلقت يعني اختلط مع العالم الآخر بشكل سريع في يعني في مرحلة كانت جدير بإني أنا كنت تنافس فاكل وقت وبعدين أدرك وأكذب هذا الندم من خلال أن المجتمع ما كان جاهز أصلا عشان أنت تطلع فاكل وقت ولا تتحرك تطلع فشي غطي شيء بالطريق مطرف كلمة مطر تغطي حروف طرح يعني أنا ما أقدر أحجم نفسي في كلمة بس أنا أقول مطر أدرك نفسي بسرعة حاول شو أول كلمة إما أنا سألتك السؤال شو الكلمة اللي طلعت السؤال شو في الأساس مطرف كلمة يفكر بشكل ثاني أنا مو بكلمة واحدة أنا بقى كلمة كلمة تحس تمثلك تمثلك اليوم مو بلازم اليوم مختلف وصلنا شكرا 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 على وقتك شكرا 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 شكرا